السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلب الأعزاء سنة أولى ثانوي هقد عدنا من جديد لحل تكملة حل التمرين الثالث والأخير للفرض المحروس إذن وهو كمراجعة للفرض القادم بإذن الرحمن إذن بالتوفيق للجميع التمرين يقول بصة العبارات التالية بدون استعمال الألاء الحاسبة إذن نركزوا معي إذن أول عبارة هي A A لازم أول حاجة تكتبوها تكتبوها العبارة كما هي كما يعني هي معطاة في التمرين ثم نبدأ في التبسط إذن أول تبسط إذن نقرأ جيدا أتاعي ماذا يساوي يساوي 36 في 7 أسنين في 15 تقسيب 49 في 6 أسنين في 5 أسنين إذن أنصحكم بما يعني أولا تبدأ بالبسط ثم المقام البسط وش ديرلو أو البسط رح تحولوه كل الأعداد تاعه إلى جداء عوامل أولية نبدأ بـ 36 36 36 ممكن كتابته على شكل 6 أسنين ولكن 6 ليس أولي إذن مش نكتبوه؟ نكتبوه على شكل 2 في 3، الكل أسنين إذن الخطوة الأولى قلت إذن هي كالتالي ثم سبعة يبقى عدد أولي نخلوه كما هو في خمسة عشر خمسة عشر ليس أولي إذن كتبوه على شكل خمسة في ثلاثة ثم نعود إلى المقام المقام تسعة وأربعين ليس عدد أولي إذن كتبوه على شكل سبعة في سبعة إذن سبعة وثنين في الآن هل العدد ستة أولي لا إذن كتبوه على شكل ثنين في ثلاثة على الكل وث أربعة في خمسة رح نكتبوه ما نخلوه ش خمسة وثنين نكتبوه خمسة في خمسة لماذا؟ لأنه عندي في البسط خمسة إذن نبدأ بعملية التبسط نلاحظ أن في البسط عندي سبعة وثنين هالي هو أختزله مع المقام عنده سبعة وثنين يخرج لي واحد ثم أختزل خمسة اللي في البسط مع خمسة اللي في المقام ثم وش نزال إذن بعد ذلك ندير التبسطات إذن وش ندير هنا ثنين في ثلاثة لكل أسنين وش تخرج ليه؟ إذن عندي أفي بي لكل أسن ثم أسن في بي أسن يعني ثنين وش ثنين في ثلاثة وش ثنين ثم وش بقالي في ثلاثة يعني نقطة بنقطة باش تركزوه ما تغلطوش في الحسابات ثم هنا في المقام وش بقالي؟ بقالي ثنين أس أربعة ثنين أس أربعة في ثلاثة أس أربعة في خمسة ثم هل أستطيع أن أختزل؟ هنا انتبهوا معي هنا ثلاثة أس هنا واحد نجمع الأسس هنا تخرج ليه ثنين أس ثنين في ثلاثة أس ثلاثة متابع الحل إذن اركزو معي إذن قلت هنا ثنين في البسط تخرج لي ثنين أس ثنين في ثلاثة أس ثلاثة كين جي المقام وش نكتب؟ هنا عندي ثنين أس أربعة وهنا في البسط عندي ثنين أس ثنين إذن نفكك ثنين أس ثنين وليلي ثنين في ثنين في ثنين أس ثنين إذن درتها حيلة باش أختزل ثنين أس ثلاثة أس ثلاثة تخرجي إذن أفكيك أيضاً تمهوا معي ثلاثة وثلاثة في ثلاثة في خمسة إذن نبدأ في عملية اختزال إذن وش عندي؟ عندي ثلاثة وثلاثة رح أختزله مع ثلاثة وثلاثة وعندي ثنين وثنين أختزله مع ثنين وثنين وش يبقى لي في البسط؟ يعني يقولوا يبقى لي سفر لا ما يبقاش سفر يبقى لي كأنني نضرب كل هذا في واحد إذن يبقى واحد وليس سفر إذن يبقى واحد على هنا أربعة في ثلاثة في خمسة إذن تبهوا معي أربعة ثنين وثنين أربعة في ثلاثة في خمسة وأربعة في ثلاثة في خمسة هو العدد ستون إذن يخرج لي واحد على ستون إذن ماذا يساوي أ؟ إذن بسط عبارة أ ولقيت واحد على ستون أتمنى أن يكون الشرح والخطوات مفهومة للجميع ندلكوا مع البي باش تفهموا أكثر وأكثر نفس الشي أستعمل نفس الخطوات بي يساوي ناقص ستة عشر في ثنين وث أربعة في خمسة وربعين على ثلاثين في خمسة وثلاثين في خمسة وثلاثين في ثمانية نتبهوا معي هنا ما كاش عندي إشارات ولكن هنا حذاري بي له إشارة إذن نبدأ بالإشارة عندي فقط ناقص مضروبة في الزائد إذن أكتب الإشارة باش ما ننساهاش إذن نكتب ناقص ثم نبدأ في عملية ضرب داعي إذن ستة عشر ماذا تساوي؟ يعني تساوي أربعة وثنين وأربعة وثنين هي ثنين وثنين إذن ثنين وثنين الكل وثنين يعني أربعة وثنين في ثنين وثنين ثم في خمسة واربعين هي خمسة في تسعة ولكن ما نكتبهاش تسعة نكتبها خمسة في ثلاثة وثنين على 32 كيف ممكن نكتبها نكتبها على شكل 2 8 32 هي 2 8 هي 2 في 2 8 مرات ثم 15 نكتبها على شكل 3 في 5 ولكن ما ننساش الأس خطر الله راهي 15 و 2 في 8 8 ممكن كتابته على شكل 2 و 3 2 في 2 4 4 في 2 8 الآن ما سنقوم بها سنجمع الأسس هنا عندي 2 و 2 2 و 2 2 و 4 2 و 4 2 و 4 2 و 8 جيد ولكن حذاري 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 النقص حذاري من الإشارة لأنها تغير النتيجة إذن تولي لي 2 و 8 في 5 في 3 و 2 ثم نولي للبسط هنا 2 و 8 ثم هنا 3 و 2 في 5 و 2 في 3 و 2 في 5 و 2 في 2 و 3 إذن نبدأ في عملية التبسط إذن أولا هذا العامل 2 و 8 راح يختزل مع 2 و 8 و 5 هنا راح يختزل مع 5 هنا 5 و 2 هو على شكل 5 في 5 إذن أختزل إحدى للخمسة يعني واحدة من الخمسة أختزل تبقى لي 5 ثم هنا 3 و 2 أختزلها مع 3 و 2 إذن وش يبقى لي هنا نفس الشيء البسط يبقى لي 1 ولكن حذاري حذاري ناقص 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 لأنه كتبت زائد يغير النتيجة إذن في المقام وش يبقى لي 5 في هنا أعتذر هنا 32 ليست 2 و 8 عفوا لأنني جمعت في عقلي جمعت مباشرة هنا نصحح الخطأ تاعي 32 32 نكتبها لكم على جنب هي 2 أس 5 وليست 8 أعتذر عني الخطأ هنا إذن 5 ثم كين جمعت تخرج لي 2 أس 8 هنا ما عنديش العامل هذا أعتذر عن هذا الخطأ إذن 2 أس 5 في 2 أس 3 تخرج لي 2 أس 8 إذن وش يخرج لي إذن أخيرا اختزلت 2 أس 8 على 2 أس 8 تخرج لي في البسط 1 ثم في المقام وش يخرج لي 5 إذن نكتب إذن بي يساوي ناقص 1 على 5 إذن قلت نعيد 32 هي 2 أس 5 2 أس 5 في 2 أس 3 هي اللي تخرج لي 2 أس 8 إذن إذن مكاش عامل آخر هو 2 أس 3 إذن أعتذر مرة أخرى عدم الانتباه لأنني في بالي جمعت مباشرة لا إذن بي يساوي ناقص 1 على 5 إذن أخيرا نكتب بي يساوي ناقص 1 على 5 وقلنا أ كم يساوي 1 على 60 ثم بقى عبارة س لاحظوا معايا التركيز والتركيز في بعض الأحيان فقط يعني تروحوا شوية بك في التركيز يروح لكم لحسابات إذن س إذن يقول س وبسط عبارة س يكون جذر وداخلوا جذر دائما وأبدا ستسبقوا بالجذر الكبير ستسبقوا بالجذر الذي داخل الجذر إذن عبارة س هي س هو الجذر التربيعي لس ناقص الجذر التربيعي لس 7 على 2 زائد جذر 12 زائد 27 على جذر في الكمياء س أولا أسبق بهذا الكسر إذن س أبسط جذر 12 زائد 27 على جذر 300 ولاحظ أن جذر 12 هو على شكل تبه معي 4 في ثلاثة يعني 2 و 2 في ثلاثة زائد جذر 27 هو على شكل 3 في 9 لهو 3 و 2 3 في 3 و 2 جذر 300 هو على شكل جذر 100 في 3 يعني 10 2 في 3 تعمد باش نكتب الأس 2 باش نخرج مور الجذر إذن 6 يساوي إذن نركز معي ماذا يساوي س يساوي دائما 6 ثم نكتب الجذر ناقص الجذر التربيعي إذن عندي 7 على 2 يبقى كما هو زائد أبدأ بالاختصار بتبسيط هذه العبارة إذن جذر 2 مور يخرج مور الجذر يخرج لثنين جذر ثلاثة زائد ثلاثة أسنين كي يخرج مور الجذر يخرج ثلاثة إذن ثلاثة جذر ثلاثة على عشرة أسنين كي يخرج مور الجذر يخرج عشرة جذر ثلاثة ولكن بدون ما ننسى الجذر الكل أتمنى أن يكون مفهوم للجمع نتابع س ماذا يساوي دائما الجذر التربيعي كل هذا العدد ستة ناقص الجذر التربيعي دائما سبعة على ثنين زائد الآن نجمع ثنين جذر ثلاثة زائد ثلاثة جذر ثلاثة إذن تخرج ل خمسة جذر ثلاثة على عشرة جذر ثلاثة وش راح ندير إذن أختزل جذر ثلاثة مع جذر ثلاثة وش يبقى لي يبقى لي خمسة على عشرة خمسة على عشرة هو النصف إذن دائما ستاعي ركزوا معايا س يساوي لم أنتهي بعد دائما ستة ناقص الجذر التربيعي ل سبعة على ثنين زائد خمسة هو عفوا زائد واحد على ثنين لأنني قسمت خمسة على عشرة خرج للنصف إذن سبعة زائد واحد ثمانية على ثنين ثمانية على ثنين يخرج لأربعة إذن يساوي ستة ناقص الجذر التربيعي لثمانية على ثنين اللي هو أربعة بدون منسى الجذر الكل إذن ستاعي في عمليات كبيرة ولكن تستدعي فقط التركيز ثم جذر أربعة شحر يساوي ثنين إذن الجذر التربيعي لستة ناقص ثنين ويساوي الجذر التربيعي لأربعة إذن كم يساوي الجذر التربيعي لأربعة يساوي ثنين أخيرا سي يساوي ثنين يقول يقول السؤال إلى أي أصغر مجموعة ينتمي سي إذن سي عدد طبيعي إذن سي ينتمي إلى الأعداد الطبيعية أخيرا هذا هو الإجابة على هذا السؤال يستدعي فقط التركيز وتفهم طريقة الحل دائما كي يملكم جذرين دائما تسبقوا بالجذر اللي داخل الجذر وتبسطوا العملية في الأخير مع لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته